سلام عليكم حبايب مباريات وأحداث كثيرة صارت بآخر 24 ساعة على مستوى الدوريات الألماني كذلك الإسباني وأيضا الإنجليزي فكان عنا بألمانيا باير رمينشن ينتصر بثنائية على كل أنه يأجل أدويج ليفر كوزين والذي سيصديف فردر برامن اليوم وتشابي ألونسو قابقوا سينئ أو أدنى من تحويل ليفر كوزين من النيفر إلى الليفر وبإنجلترا كل من أرسنل وليفر بول سيلعبوا اليوم أيضا لإستعادة الصدارة وشو عن قصة عزيمة خوالا بورتالي لعبي برشلونة على برغر بأفخم مطاعم كرانسا بعد الانتصار على باريس هنخلي هذا المحور للنهاية كونه هو الأهم لأنه بكل أمانة تم الترويج وتم وضع هذا الموضوع بسياق معين بخدم فكرة معينة وخداع الجمهور بشكل عام بكل أمان والذي بدون أطول عليكم اشتراك لايك وتعليق فعل زر إشارات على الكل حتى يوصلك إشعار بكل فيديو جديد من زر على قناة وتفضلوا إلى التفاصيل خلينا نبدأ بدايتنا مع الدور الألماني بشكل سريع كان عنا حاليا ليفر كوزن اللي هو بيقيله فقط 3 نقاط حتى يتوج رسميا بالدور الألماني لأول مرة في تاريخه لكن البارحة كان عنا باير مينشن بواجه كولن فيما لو تعادل أو فيما لو خسر تحديدا كان حيتوج ليفر كوزن بشكل رسمي كان انتصار باير مينشن بأجل تتويج ليفر كوزن إلى اليوم فيما لو انتظر تشافي إذن ليفر كوزن ضمن المباريات اليوم بيستضيف فردر برمن على أرضه وقدي يشوف ضخم جدا الناس اللي تابعت الفيديو اللي عملناه مخصوص عن تشافي عملنا فيديوهين في واحد منهم الحكيت لكم انه ليفر كوزن وصل لمرحلة تم تسميته بنيفر كوزن السبب انه هذا النادي لا يتوجب الألقاب نهائيا بمعنى الكلمة على فكرة قبل قرابة تقريبا 20 سنة الناس اللي بتذكر ليفر كوزن فقط 3 ألقاب كان بيقاتل على ثلاثية بنفس الوقت دوري أبطال أوروبا وكذلك الدوري المحلي وأيضا الكأس تسرهم كلياتهم بظرف 10 إلى 15 يوم خسر كل شيء خسر نهائي 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 على الماشي خسر كل شيء وفلتت منه جميع البطولات ومن وقتها بلقت الناس ساخرة تسمي ليفر كوزن بدلا من ليفر كوزن فإذا تشابه الله نصح حاليا اليوم بموعد أو على موعد مع التاريخ هو سيتواج يعني عاجلا أم أجلا إذا ما انتصر اليوم انتصر بكرة لو قد ضاهت عادلات هو بالنهاية حينتصر بالدوري الأمر محسون طبعا لكن 99% وبحسب ما عم نشوف من ليفر كوزن وطبيعة مبارياتهم غالبا الدوري الألماني البندسليغا سيحسم اليوم لأبناء ألونسو أما إذا نذهب إلى الدور الإنجليز فم نشوف أنه كان عندنا عدة مباريات البارحة ومباريات البارحة ومباريات اليوم أشعلت صراعات كبيرة هو الصراع مشتعل جدا بشكل مجنون على مستوى الدور الإنجليز لماذا؟ كان عندنا بداية بورنوث بيتعادل مع مانشستر يونيتد أو هو فيك تقول أنه اليونايتد بيتعادل مع بورنوث يعني كيف بدك تسميها سميها نعم اليونايتد نفسه اللي عرقى ليفر بول بالجودة الماضية وأشلحوا الصدارة وأهداها للأرسنل أو أعادها للأرسنل حاليا بيعود وبيتعادل مع بورنوث لكن تنويه بالنسبة لبورنوث على فكرة فريق متطور جدا بالفترة الأخيرة الشغل اللي عم يشتغله معه مدربه إيروالا أكثر من رائع بكل أمانة الفريق بعد ما بدل مدربه تقريبا قبل سنة من الآن تطور تغير ارتفع تحدده بشكل عملاق جدا وأكيد الناس اللي بتلعب فانتازي بيعرفوا هذا الشيء ودائما غالبا بتشكيلتك عندك سولانكي يعني لا تقول لي ما عندك سولانكي بالفانتازي بكل تأكيد يعني ففريق بكل أمانة متعب ومرهق بملعب ولأبعد درجة ممكنة أما بالنسبة لمنشستر يونيتد فيعني هاي هنا خطوة لقدام خطوطين للورا في نوع من التخبطات أنا بالنسبة لي موضوع منشستر يونيتد يؤجل حتى الموسم القادم خلاص يعني حتى نشوف هاي الإدارة الجديدة كيف حتبدأ تبني ثقافة منشستر يونيتد بشكل عام وكان عنا مباراة تانية أيضا كان عنا الماكبايز نيوكاسل يونيتد بيستقبلوا لسبارز توتنهام ويسعقوهم برباعية كاملة ليش هذو المباراتين مع بعضهم صراع بشكل عام لأنه عنا حاليا توتنهام هو بالمركز الخامس فيما لو انتصر كان حياخد المركز الرابع من أستون فيلا وينتظر مواجهة الفيلانس مع أرسنال اللي هي اليوم لكن اللي حصل أنه خسر فمهما حصل اليوم حيبقى توتنهام بالمركز الخامس هو بدي حاول يثبت أقدامه بالمركز الرابع ما يكون يلعب على الخيارات هل ممكن نحصل كدوري إنجليزي على خمس مقاعد الموسم القادم بدوري أبطال أوروبا أم لا لأن الموضوع غير محسوم لحد الآن وزادت صعوبته بعد أن قسر الليفر بول من أطلنطا مثل ما شفنا بثلاثية فالموضوع اتعقد أكتر أكتر على البريمير ليغ والإيطالي حسمها تماما في خمس مقاعد خلص محسومة بالنسبة لالكالتشو كذلك مانشستر رونيتد واللي حاليا هو بالمركز السابع فقد مركزه السادس تخيلوا يعني بعد انتصار نيوكاسل لأنه أخذوا مدنق المركز فالموضوع معقد بشكل كبير فتخيل يعني سبحان الله يعني لتغير الأقدار أنه كانوا جماهير مانشستر رونيتد بيشجعوا توتنهام بتخيلين أنتوا يعني البارحة قبل المباراة والآن بعد المباراة جماهير توتنهام هتشجع أرسنال عشان يخسروا أستون فيلا انت شوف المفارقة الغريبة يا شيخ بس إذا بدأت احكي عن شغلي بهاي المباراة تحديدا ألكسندر إسحاق يا جماعة هذا اللاعب لما بتشوفه سيبك من الإصابات وسيبك من سوء التوفيق الموضوع أنه ألكسندر إسحاق ما ظهرت جودته الخارقة جدا بسبب ظروف كثيرة أول شيء إصاباته مثل ما شفتها ثاني شيء نفسه الفريق متراجع بشكل غريب لأمور يطول شرحها جدا فألكسندر إسحاق بدون أي مبالغة جودة عالية جدا بل حتى على مستوى رقم تسعة بدون مبالغة هو لاعب ممتاز يعني أنا ما بدي أحكي ستار أو سوبرستار أو كذا بمعنى الكلمة هو مشروع لاعب ستار أو سوبرستار على مستوى رقم تسعة بدون أي مبالغة كل ما أشوفه بقول لا كان لازم إيلو غاسبار ولحد الآن بقول له صدقني هذا اللاعب لازم تجلبه على ملعب الإميرات حطوا لي أنتوا أراكم في التعليقات أما زمروا إلى مباريات اليوم فمشوفة أن الريدز ليفربول سيستقبل بالأنفلد رود نادي كريستيل بالاس بينما على الطرف الثاني سنشوف أرسنل واللي بيستقبل الفيلانز أستون فيلا بالنسبة للمباراة الأولى ليفربول ولي سيستقبل البالاس كريستيل بالاس مثل ما حقيت هو نادي رخم جدا بمعنى الكلمة صعب بعزبك بعقدك لكن هو على ملعب وأكثر من خارج ملعبه فالمباراة نوعا ما شبه سهلة بالنسبة لريد ليفربول لكن سنشوف هذا الفريق هل لسا عنده شغف هل سيحاول ليفربول وكله بيركزه أكثر على الدور الإنجليزي وهذا المتوقع بعد الخسارة من أطلنته بكل أمانة لكن أيضا كريستيل بالاس بدي يحاول يقدم أي شيء ممكن عشان يثبت نفسه بالمركز 15 وأعلى عشان يهرب من مراكز الهبوط لأنه هو بعيد تقريبا خمس نقاط عن مراكز الهبوط بلحظة تصوير هذا الفيديو بينما بالطرف الثاني فهي تقريبا قمة الجولة بمعنى الكلمة أرسنل واللي بدي يحاول استعادة صدارته أي انتصار بيعني الصدارة بدون أي مفاجآت نهائيا أي نتيجة ثانية بتعني خسارة الصدارة غالبا بنسبة كبيرة إلا لو ليفر بول خسرك الطرف الثاني طبعا لكن أستون فيلا ما هيكون بالخصم السهل اليوم بكل بساطة لأنه أنا إمري بدي يحاول يثبت نفسه بالمركز الرابع مثل ما حكينا وخلاص يليح راسه من توتنها من اللي ماشي وراء لسه أستون فيلا عنده مباريات مانا سهلة من هون وحتى نهاية الموسم وضعه كما وضع أرسنل من الآن وحتى الجودة الأخيرة بس المزعج بهذا الموضوع بكل أمانة أنه المباريات كلها حتى اللعب مع بعض يعني ليفر كوزن مع فردر بريمن ليفر بول مع كريستل بلاس أرسنل مع أستون فيلا كلياتهم تقريبا أوقاتهم متقاطعة بشكل مزعج أما إذا ننتقل إلى الدور الإسباني من يشوف إنا ريال مادريد وكذلك برشلونا كل واحد منهم بينتصر بهدف نظيف تقريبا بمجهود اقتصادي نوعا ما قدر الأمكان كان عنا ريال مادريد بواجه ريال مايوركا بينتصر عليه بهدف نظيف من قذيفة من تشواميني طبعا شوفنا كارر انشروتي بينزل بتشكيلة فيها كثير من التغييرات ونوع من التدوير شوط أول كان دون المستوى أبدا أبدا نهائيا بكل أمانة لأنه كان في تبديلات كثيرة ومو طبيعية يعني تبديلات كثير كثير بمعنى الكلمة يعني فكان المطلوب من ريال مادريد بالشوط الثاني حاول يرفع النصق قدر الأمكان ولو على مراحل وبالنهاية لازم يتم تفكيك ريال مايوركا قدر الأمكان وخطف النقاط الثلاث كانت المهمة صعبة جدا فبالنهاية ريال مادريد شفنا بيلجأ للتزديد من بعيد وكانت صاروخية يورليمي تشواميني بكل أمانة يعني هدف صادم عن جد في ناس أنا متأكد لحد الآن بتابع هذا الفيديو وبالظن بأن تزديدة تشواميني ارتطمت بالمدافع على فكرة لا هي الكرة هيئية غرجت بهذا الشكل يعني ومالت بهذا الشكل من التزديد فقط بحد ذاتها الموضوع أنه هي ما ارتطمت بأحد أبدا فبرابو تشواميني برابو ثلاث نقاط مهمة جدا بالنسبة لريال مادريد بأقل مجهود قدر الإمكان حتى يثبت نفسه بالصدارة هو مثبت نفسه بكل تأكيد لكن حتى يثبت الفارق الكبير ويريح راسه يروح إلى مباراة دوري أبطل أوروبا وهو ما عنده أي ضغوط نفسية ولا واحد بالمئة بالنسبة للدور المحلي أما بالنسبة لبلاو جرانا برشلونة في شفناه كان يواجه نادي قادش السوري يعني استردنا نسميه برشلونة الإسباني بواجه نادي قادش السوري ما شاء الله تعالى وبينتصر بهدف نظيف من الجواو فليكس هدف أكثر من رائع مقصية خرافية كانت أيضا أكثر من رائعة مباراة فين نقول أنه برشلونة حاول أيضا يحاول يسير فيها المباراة قدر الإمكان قادش نادي صلب جدا على المستوى الدفاعي بكل أمانة هذا الشي بعد ما كان بخطر الهبوط ولا حد الآن بيقاتل بده يحاول أنه لا يثبت نفسه بالدور الإسباني ويتواجد بالليغة الموسم القادم لكن بالنهاية عرضية طيب ومتابعة أكثر من رائعة من جواو فليكس فككت المباراة وخلاص انتهت لصالح بلاو جرانا برشلونة أكيد هون بدك تسألني ليش حكيت نادي قادش سوري طبعا لأنه ما شاء الله جماهير سوريا صارت كثيرة بالنسبة لنادي قادش بعد استقطاب المدافع أيهم أوسو واللي تقريبا بعتبر أفضل لاعب بهذه المباراة من ناحية نادي قادش ليش؟ لأنه هو اللاعب الوحيد في المباراة اللي حقت من افتكاكات ناجحة على فكر أرقب ممتاز جدا لما بتواجه نادي بحجم برشلونة تقريبا هو كان أعلى تقييم بهذه المباراة فبرابو عليه بالتوفيق لأوسو بمسيرته بالليغة الإسبان وإن شاء الله تعالى نشوفه بأندي أكبر وأكبر لاحقا أكيد كان عندنا مباراة ثانية واللي هي أتريكم مدريدي اللي واجه جيرونا جيرونا اللي تقدم بالبداية عن طريق أرتيم دوفيك هذا المهاجم اللي حكيت لكم عنه عينكونا عليه لأنه هذا المهاجم سفاح وقناص بما عند الكلمة لكن تراجع جيرونا بالفترة الأخيرة في ناس حكيت لك والله أطع نفسهم وكذا لا هي الفكرة أنه أرتيم دوفيك مرت بفترة ما عن سجل بشكل جيد هنا هي لإحقاق الحق الفريق بقي عم يستحوذ بنفس النسبة شن الهجمات بنفس النسبة صناعة الفرص نفس النسبة لكن حسم الفر ما كان متناسب مع عدد الهجمات يعني كان في انخفاض بالنسبة للحسم مع أرتيم دوفيك لكن هذا الموضوع ما اكتمل مع أتريكم مدريد البارحة حتى يعود أنتواني جريزمان بثنائية وأنخيل كورية حتى يسجلوا ثلاثية لصالح روخي بلانكوس ويثبت نفسه بالمركز الرابع ويتعب أتريك بالباو أكثر وأكثر ثلاثي إسبانيا بينتصروا كلياتهم قبل ما يوجهوا وروحوا إلى مواجهة دوري أبطال أوروبا واللي حنتكلم لنا بإذن الله تعالى غدا ونحاول نعمل قدر على الأمكان طبقعات لو بنسبة مئوية بالنسبة للمدأهلين إلى مربع الدهب في التشامبيونز ليجي أما زمروا لأخر محور وهو أهم محور بكل أمانة بالنسبة لهذا الفيديو باريس سنجرمان وبرشلونة ماذا حدث في المباراة؟ مثل ما شفنا كان أخوال لابورتا مانو جالس مع رئيس باريس سنجرمان في المباراة السيد ناصر الخليفي كان عندنا كذلك خبر خليني أحكي لكم الأخبار بالبداية بعدين أحاول رتب لكم الأفكار قدر الإمكان أول شي صحيفة آس بتنشر أن أخوال لابورتا عزم أو كافأة لها عبي بارشلونة بمطعم من مطاعم الوجبات السريعة برغر تحديداً يعني واحد من أفخم المطاعم بباريس بعد مواجهتهم وانتصارهم على باريس سنجرمان أنت لو بتقرأ هذا الخبر آه أوكي معناها يعني عم يصوروا لك النادي أنه هو نادي جوعان وميت وماشي على بطنه وما معهم حتى يأكلوا يعني فهي مكافأة بأنه عزمهم على برغر وما إلى ذلك أيضاً لو بتلاحظوا كان فيه خبر تاني لما في أحد الصحابين سأل أخوال لابورتا هل هناك لاعبين من باريس سنجرمان تتمناهم في برشلونة فكان جوابه نو يعني لا أبداً يعني ما بتمنى فأيضاً سألوا مرة تانية أنه معقول ما في ولا لاعب تتمناه ببرشلونة فأجابوا أنه لا لأن جودة اللاعبين لدينا جيدة جداً ونحن مقتنعون بفريقنا الخبرين هدول تمت صياغتهم بفريق نوعاً ما لو بتلاحظوا التصريح والخبر بطريقة معينة بحيث يورجيك أنه شوف برشلونة نادي مضحك على الطرف الثاني كان عندك الخبر طبع البرغر أنه هذا النادي مفلس وعايف حاله يعني لكن خليني أحكي لك القصة بشكل صحيح مية بالمية أول شيء أنتوا ما لاحظتوا أنه أخوال لابورتا ما جلس مع ناصر الخليفي بالمقصورة الشرفية هذا الشيء أنت لازم تعمل عليه إشارات استفهام أنه ليش هذا الشيء ما حصل لازم تسأل نفسك هذا الشيء أنه في حلقة مفقودة فأنا بدأت دور 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 بحث 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 بدي أفهم الموضوع مية بالمية لما بحثت ظهر أنه في حلقات مفقودة وليس حلقة واحدة طبعاً الحمد لله الآن لو بتدوروا على فيسبوك أو كذا بتلاقوا أنه الناس بلشت تنشر هذا الموضوع بشكل مفصل كما أنه رح جبلكم السير الآن حالياً شوفوا أحباء آخرين أحكي لكم ياه بك الاختصار أول شيء أنت لما تقول والله أخوالا بورتا يكافئ لعبي برشلونة بمطعم برغر بعد الانتصار وكذا أنه يعني هدول نادي عايف حالو ما معه أم والي أكل ما معه كذا ما معه كذا يعني تسخيف من نادي برشلونة وهذا الشيء قذر بكل أمانة يعني ومعيب أصلاً أنك تتفاعل مع هيك نوعياً من الأخبار لأنها بكل بساطة بيعتبرها أخبار وسياقات منحطة على مستوى كرة القدم خلينا نفهم الموضوع بشكل عام والقصة كاملة نحن الآن عم نلعب بدوري أبطال أوروبا نحن نحيا عم نتابع دوري أبطال أوروبا فكان عنا برشلونة وباريس نجيرمان شو القصة بكل بساطة وليش أخوالا بورتا ما جالس مع ناصر الخليفي بل شفنا جالس مع رونالدينيو فرانكيسيه وعدة لاعبين آخرين ما لاحظتم الموضوع بكبار الشخصيات ما كان جالس بالمقصورة الشرفية بجانب الرئيس الثاني فنحن عنا هون بضمن هذه البطولة في شيء اسمه بروتوكولات يعني بروتوكول متعارف عليه طم الأندية أول شيء أكيد لازم تكونوا مر معكم خبر أنه باريس نجيرمان رفع أسعار التذاكر بشكل كبير جدا للحضور العادي ولكبار الشخصيات وللمقصورة الشرفية أيضا رفعهم بشكل مبالغ فيه جدا شو السبب؟ حتى أنه يكملوا حملة معينة عم تمشي بسياق معين هون بعدها كان فيه خبر من صحيفة الكيب بتسخر من برشلونة كان فيه مقال أنه إدارة نادي برشلونة قد لا تحضر للمبارات لأنهم مفلسون وإدارة برشلونة سوف تتابع المبارات من المنزل أنتم متخيلين الإنحطات لوين وصل؟ أنا آسف ربما لأول مرة بتكلم بهذه الطريقة وأنا أساسا من أكتر الناس اللي بدافع عن باريس مو بدافع دفاعا يعني لكن أنه نادي بيحاول قدر الإمكان وحي يشتغل وحيوصل بالنهاية كونه هو بيشتغل لكن الموضوع اللي حصل بارحة وعفوهم بآخر 42 ساعة منحط بمعنى الكلمة بعد ما ظهر هذا الخبر هنا أخوان لابورتا حاول يتواصل مع ناصر الخليفي على طريق واتساب هذا موضوع عادي طبيعا يعني لأجل شيء ما ربما بدي يتواصل معه للإستفسار عن خبر الكيب ليش عم تبقى بهذه الطريقة أو عن موضوع أسعار التذاكر ما إلى ذلك يعني فما كان في رد ميها أي من ناصر الخليفي طيب هون خلينا نروح لشو عمل أخوان لابورتا ردنا على هذا الموضوع حجز لكل إدارة برشلونة كاملة تقريبا تكلف 100 ألف يورو من خزانة نادي برشلونة سفر حجز تذاكر السفر تكلفة الأكل والشرب وكلياتها وكذلك الإقامة الفندقية في باريس كاملة وبعدها حجز وتذاكر في كبار الشخصيات وليس في المقصورة الشرفية كله على حساب نادي برشلونة حتى يقول لي أوكي يعني موضوع طبيعي عادي يعني شو يعني أكيد حيدفع لا صديقي ببروتوكولات دوري أبطال أوروبا والبطالات الأوروبية النادي المستضيف اللي هو باريس بهذه الحالة هو اللي بيدفع على فكرة وليس النادي الضيف هو اللي بيتكفل بكل شيء تذاكر أكل مشرب منامة فندقة ما إلا ذلك هذا الشيء كله بيكون على حساب النادي المضيف طبعا أكيد بالتعاون أو بالتقاسم مع الاتحاد الأوروبي اللي هو يويفا لكرة القدم وليس النادي الضيف لأن النادي الضيف ما بيدفع بهذه الحالات على فكرة لكن هي حملة يعني عن جد محبوكة 100% كانت تجاه أخوان لابورتا وإدارة برشلونة بشكلها فلا أخوان لابورتا رفض أبدا رفض أنه يتم دفع أي شيء من قبل إدارة باريس سنجرمان لا حجز تذاكر طيران لا إقامات فندقية لا مأكل لا مشرب كله بدي يكون على حساب نادي برشلونة الفكرة هي رد فقط وأنه أنا ما بدي أتعاطى معاكم نهائيا هذا اللي عمله أخوان لابورتا ولذي تكون من الشعر بيت بعد ما عمل هذا الشيء أخوان لابورتا وأثناء القيام بهذا الشيء كان المفروض يكون في ألفين مقعد في ألفين كرسي ويأخذ الجميع تسعة آلاف شخص كاملة وكل ياتهم حصلوا مقاعد ولو بأسعار أغلى فكان الموضوع مثل التحدي تكبير راسي من الآخر وكان في تعليمات لتشافي حاول رفاع الرتم قدر الإمكان وسيطر على المباراة وحاول أنتصر وأنه حاول تتعادل طبعا هذا الموضوع فيه شيء من الأفورة لأنه بالنهاية كرة القدم يعني أنت ما فيك بالنهاية تعرش وليس يحصل بالمباراة لكن لما حاسن الصدف أنه انتصر برشلونة عن جد بنهاية المباراة فكان انتصار بالنسبة لأخوان لابورتا وبعدها ما قبل أنه يرجع برشلونة مباشرة كان في عزيمة نقضي شوية وقت في باريس يعني أنه هيك نوع من أنه أنا أقعد على قلبكم رفت كيف؟ أنا أقعد على قلبكم هون وبعدها طبعا كان في اللقاء مع موقع قول صحفي موقع قول وهو اللي سأله هل هناك العموم باريس تتمنىهم في برشلونة فقال له لا فكرر السؤال عليه أنه أنت بتحكي جد فقال له نعم لا أنا فريقي أكتر ممتاز الفكرة هي فقط رسالة رد على إدارة باريس تنجرمان بالنسبة للي فعلته بالنهاية بدي أنتوا أراكم بالتعليقات هل أنتوا من الناس اللي فعلا صدقتوا الكلام اللي بيحصل على فيسبوك؟ هل أنتوا بدأتوا تعرفوا أنه فعلا لازم نتريث وما نقتنع بالأخبار اللي بتنشرها الصحف وخاصة صفحات فيسبوك أيضا على موقع التواصل الاجتماعي ومن هذا الكلام وأن الموضوع دائما بيكون مسير باتجاه معين حتى يخلق تفاعل لا أكتر ولا أقل بالنهاية عندي تعليق صغير على هذا الموضوع بالنسبة لإدارة باريس تنجرمان باريس تنجرمان خليني أحكي يجب عليكم تغيير العقلية قبل التفكير في المشروع الرياضي هذه العقلية بصراحة صعب 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 جدا أننا تنجح على مستوى كرة القدم المحلية فما بالك الأوروبية حطونا أراكم بالتعليقات وشوفكم آخر رشاة الله تعالى والسلام